ام وانا اتوقع في ناس سايبة الابسولف يعني تبدأ فيه لما ينزل الفيديو عشان نتكمل حل عشان في ناس لسه ما حاولتش في مسائل او كده اه طيب ام ايه رأيكم في الشيط المرة دي يعني كان اصعب من المرة اللي فاتت ولا ايزي عادي يعني اصعب صح كانت ايه اه اصعب شوية اه اه فيه اه يعني فيه حد مقفل الشيط اه اول ما ينزل اللي بعدها بساعتين تالي موجود هنا ولا ايه مش موجود طيب او عمتا يعني ايه كل مرة هتحسوا الشيط بيصعب اكتر لان التوبكس اللي هتبقى دخلة في الشيط اكتر يعني موضوع بيبقى تراكم يعني يعني المرة الجاية لما تاخدوا اللوبس وكده حيبتدي الليفل ينط نطة كده غريبة يعني فلازم ايه ما تيقسوش يعني يعني ممكن الناس توقفوا حيث ممكن اللي بيفرق ايه اللي بيفرق اكتر ان احنا ساعات ما بنبقاش عارفين ايه دي كل الحاجات اللي بنعملها عليك اكتر يعني ايه الحاجة اللي ممكن تبقى هي الغلط ايوما هي دي مهورة بقى يعني انت بالحل الكتير حتة الديبوجينج دي وانك تلاقي الغلطة اللي في الحل دي اصلا مهورة اساسية يعني حتى اجمد ناس في ال problem solving لما بيخشوا مسابقة لازم بيعملوا غلطات يعني بيجيبوا رمجات فالفكرة بقى هم بيكتشفوا الغلطة بسرعة ولا لا تلاقي دايما المحترفين وكده لما يبقى حتى بيشرح وكده ممكن هو بيشرح يعمل حاجة غلطة في الكود بس يلاقيها بسرعة مع ان كود كبير قوي بس يعرف يلاقيه يعرف في ديبوج مثلا يقعد ايه يعني انت مثلا عايزة تشوف الكود بتاعك شغال ازاي فمسلا تيجي عند حتة معينة في النص تعملي مثلا برينتر اللي بيطلع عشان تعرفي فين الغلطة يعني بتكتسب المهارة دي بالوقت ممكن في الاول بتعودي كتير قوي عامل ما تلاقي الغلطة بس بعد كده ممكن وقتها اقل يعني طيب هحنا لو بصنا كده في الشيت يعني في ام هو في حد يعمل ريز هند. هيا ايه؟ في 11 ما افل الشيط ان شاء الله بتحفى في 2 واحد وعشرين وعلى كده فيه عشرينات كتير قوي يعني انا شاير يعني الحد عشر مسائل في 40 نفض يعني يعني مثلا انا متوقع ايه? انه اللي هيكمل فعلا وهيخش في الليفل الجاي هيبقى بين يعني ده أنا متوقعه من أول سيشن تقريباً وكل سيشن بيقرب لرقم ده فلما إن شاء الله نخلص نيفل 1 اللي هو يعني مش بعيدة قوي العشرين تلاتين واحد اللي هيكمله دول أنا بقول لكم فعلاً أنكم هتوصلوا لمستوى حلو جداً وممكن والله السنة دي في المسابقة آخر السنة تعملوا حاجة كويسة قوي في كلياتكم يعني حاولوا تكونوا من العشرين تلاتين واحد دول لما التركيز يبقى معاكم أنتم بس هيبقى شغل في لفل تاني خالص يعني لسه لسه في حاجات كتير قوية فإن شاء الله الدنيا تبقى حلوها شايف ممكن قوة عشرين تلاتين واحد هيبقوا مكملين بشكل كويس طيب قولوا لي كده طيب إيه المساء اللي وافئة؟ في حد عايز؟ إيه يا أحمد إيه؟ طيب هو أنا أنظم إزاي وقتي مع كلية؟ طيب هو يعني هو ده سؤال كويس عامةً أنت لو هو أنت أنت داخل كليت إيه؟ داخل هندسة طيب جميل أنت مبدئياً لو يعني أنت ممكن تكون قبل الكلية حاسس أن أنت إيه؟ لما تخش الكلية هيبقى وقتك كله للمذاكرات بس هو فعلياً مش كده يعني أنت لو عايز تعمل حاجات بجانب الكلية وده لازم أصلاً تعمل حاجات بجانب الكلية تقدر تلاقي لها وقت عادي يعني أنت لما يبقى مثلاً سيشن في الأسبوع محتاج تتفرج عليها ما أكيد تقدر تفضي وقت ساعتين تلات ساعات تشوف سيشن فهم؟ هتحل مسائل حل مسائل عمتاً يعني بالوقت ما بيقاش تسك مثلاً أنت إيه؟ لازم تحط له حتة في اليوم كده هتقعد تحل يعني لا بالعكس هو الموضوع بيبقى أكتر حاجة بتتعمل في يعني في وقت الفراغ فأنت مش هتقعد تذكر طول اليوم فأكيد سيبقى عندك وقت أن إنت مثلاً كل يوم تختف لك مسألتين ثلاثة إنت لو عرفت تختف مسألتين ثلاثة كل يوم هتخلص الشيط عادي على بل الإستشن اللي بعدها فهو ده المطلوب يعني يعني أنت فعلاً أنت فعلاً لو يعني لو عجبك الموضوع وحبه هتعرف تكمل فيه عادي لو ما عجبكش فلاً هتلاقي صعوبات بقى أن إنت تعمل الموضوع كبار يعني لا هو عجبنا أنا أحب الحاجات دي بس فكرة بقى في الكلية كلاهو بس يعني هو كده كده إحنا يعني كده كده إحنا إحنا شغالين مع بعض السنة فإحنا أكيد هيجي فيه أوقات هنديكوا أجازات يعني مثلاً امتحانات الميترن أكيد هندي أجازات لأن إحنا شخصياً هندينا أجازات إنتحانات الفاينل هندي برضو أجازة ممكن كبيرة فإحنا مش مش هنشتغل سنة ستريت كده كل أسبوع شغل وشغل أكيد لا إحنا ماشيين بالمتغيرات يعني مع بعض عادي فالدنيا يعني إن شاء الله هتبقى كويسة هتبقى كويسة عادي عم بطن إحنا كمان شخصياً يعني أنا وعبد الرحمنة هولا وبتبصوا مثلاً هنا إحنا هو شغالين برضو في الترينينج هو شغالين بنحل فما فيش يعني هيا الموضوع ما بيقافش يعني هو فعلياً إيه هو الفكرة كلها براكتس 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 ما بيخلاصش يعني بس أنتو أنتو عندكو يعني كل اللي في الميتنج عندكو فرصة كبيرة قوي أن أنتو تعملوا حاجة كبيرة أنتو كلكم لسه بدئين كليات تقريباً أو في تاني سنة أو كده فأنتو قدامكو كذا سنة لسه يعني أنتو لو اشتغلتوا السنة دي كويس قوي هتعملوا ممكن حاجة السنة دي في المسابقة وهيبقى لسه قدامكو على الأقل سنتين ثلاثة كمان تخشك مرتين ثلاثة فأنتو على نهاية الكلية ممكن يعني تبقوا عاملين إنجاز مثلاً ما تعملش في الكلية خالص لو أنتو حطت الموضوع في دماغكو فهيدي الفكرة طيب قولوا لي آه كده مين عايز يسأل في مسألة معينة يعني قولوا لي كده مسألة معينة عايزين تسأله فيها هو عمتاً باين يعني أكتر مسألة مش محلولة وكده بس عايزة أشوف يعني برضو لحد عايزة يسأل في حاجة معينة كان في حاجة تبقى مسألة يو يو في اللي هم آخر اتنين تمام دول أكتر اتنين مش محلولين فعلا في حاجة تانية غير يو في اكتبوا كده في الـ في الشات عشان نبقى فاتحان كل وآي وآي تمام يبقى بنتكلم في يو في وآي طيب عم باي وأي وآي وآي وأي وآي وأي 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 pen أكتبوا يبقى إ Hamies بالجئ طيب خلينا نبت نذهبوا بواحدة راحدة طيب يعرف كده نجوم على أجرا روا يوجد فكريتها جميلة. أنا رأيت الـ Submissions التي أعادتكم فيها. هناك الكثير من الناس حللنا صح. ليس كثير قوي. لكن هناك الكثير من الناس حللنا صح بسطابات كثير قليلاً. لكن هؤلاء تماماً. يعني تصرفوا فيها صح. وهناك الكثير من الناس حللها بالطريقة التي كانت في دماغي. يعني هي الطريقة الأحسن. حسناً. تعالوا فقط نفهم المسألة الأول. وهو يقول لنا ما؟ يقول لنا أنا لدي 2 إنترفل. سيجعلني إنترفل 1 إلى R1. L1 إلى R1. ده كده إنترفل أولاني. وإنترفل ثاني من L2 إلى R2. حلو؟ يقول لي It is guaranteed that إن R1 أكبر من أو إيقوى للL1. ده منطقي فعلاً. إن أكيد الـ Right سيبقى أكبر من Lift. ما ينفعش الإنترفل للرقم الثاني يبقى أصغر. طيب. وفي نفس الوقت R2 أكبر من L2. ماشي؟ بس هناك شيء. هل قال لكم إن لازم L2 سيبقى أكبر من L1؟ لا. يعني أنت ما تفترضش حاجة في المسألة من دماغك. يعني عادي ممكن L2 و R2 ده هو اللي يبقى قبل L1 و R1. يعني مش شرط إن L2 تبقى أكبر من L1. مش شرط. حلو؟ طيب. حطنا هو رسمه هو إجزامبلزو بتاع اللي هي الإجزامبلزو اللي في المسألة. يعني مثلاً أول أول تاست كيس ده يقول لنا الإنترفل الأولاني من 1 إلى 15. أدي واحد أهو لحد كم؟ 15. والإنترفل الثاني من 5 إلى 27. فكده الإنترسكشن سيبقى من L2. من 5 إلى 15. إنما هنا. هنا الإنترفل الأولاني من 2 إلى 5. والتاني من 6 إلى 12. فما فيش أصلاً إنترسكشن. فهو حتى أقول لي في المسألة. إذا كان هناك إنترسكشن سيبقى المسألة. إذا كان هناك إنترسكشن سيبقى المسألة. طيب. تعالوا نفكر فيها كده. أنا دلوقتي لو عندي إنترفل أولاني مثلاً كده. دي L1 لحد R1. ده كده إنترفل. وإنترفل الثاني مثلاً كده L2. لحد مثلاً كده. عايزة أفكر في حاجة الأول هو إمتى ما يكونش فيه إنترسكشن بينهم. يعني أنا دايماً ضامن دايماً ضامن. إن لو أنا بدأت عند L1. فهي R1 هتيجي بعدها. تمام؟ ودايماً برضو ضامن إن لو أنا بدأت يعني L2. دايماً R2 هتبقى عليه منها. دايماً. يعني دايماً R1 على يمين L1. ودايماً R2 على يمين L2. طب. إمتى ما يكونش فيه إنترسكشن ما بين التو إنترفل. يعني إمتى إمتى حيكونوا برا بعض. يعني تبقى كده مثلاً. إمتى يكون واحد كده والتاني براه. لما يبقى إيه أصغر من إيه أو إيه أكبر من إيه. حد من اللي مش عارف يحل المسألة. يرفع يده كده. حد من اللي كانوا طلبينها. طيب رواين افتحي المايك. لما L2 أكبر من R1. صح. شطرة. بس هل دي كسل وحيدة أنت كده L2 أكبر من R1؟ يعني أنت اعتبرت إن دي L2 أهي. ودي R1 هنا. ففعلاً لو L2 أكبر من R1 يبقى كده الإنترفل التاني برا. بس هل شرط إن L2 يجي هو اللي بعد R1 ولا ممكن يبقى قبله؟ ممكن تبقى R2 أصغر من L1؟ RR2 أصغر من L1؟ بالضبط كده صح. صح. زي ما أنت قلتي كده بالضبط. يبقى تعالوا كده نشوف هي قالت إيه؟ هي قالت أول حاجة لو أنا عندي L2 أكبر من R1. فكده هم فعلاً برا يعني الإنترفل مش عاملين أي إنترسكشن خالص. طب إزاي؟ تعالوا نرسمها. أدي L1. قلنا كده كده R1 هيجي بعدها. أهو. طيب. هي بتقول لي بقى لو L2 أكبر من R1 يعني يجي بعدها. فقادي L2. فهيبقى إيه؟ R2 بعد. طب هل كده فعلاً ما فيش إنترسكشن؟ آه ما فيش إنترسكشن فعلاً أهو. ما فيش إنترسكشن خالص. تمام؟ طب إيه الكيس التانية بقى؟ الكيس التانية. أن يبقى بقى مع كوسين. يعني L2 هي اللي جات الأول. تبقى L2 هنا. وجاء قادي مشينا شوية. بعد كده وصلنا عند R2. وبعد كده ابتدنا الإنترفل التاني بعده. يعني جاء L1 هنا. ومشينا شوية لحد R1. ساعتها برضو مش حيبقى فيه إنترسكشن. يبقى حالات اللي ما فيش إنترسكشن إن L2 اللي هو بداية الإنترفل التاني تبقى أصلاً بعد النهاية الأولاني. أو إن بداية الأولاني تبقى بعد نهاية الثاني. حداً مش فاهم أو مش مجمع الحتة دي؟ تمام؟ اللي كانوا واقفين في السؤال مجمعين لحد دلوقتي؟ طيب كلام جميل. زي الفل. طيب. ده دي الحالات اللي هو إيه؟ اللي هو ما فيهاش إنترسكشن أصلاً طبعاً دي حب أهندلها لوحدها. طب أنا عايز دلوقتي بقى أعرف إزاي أصلاً أجيب الباوندري بقى. يعني أنا لو عايزت لو فيه حل بقى للمسألة. إزاي أجيبه؟ فتعالوا نرسم رسمة فيها بقى حل. يعني فيها إنترسكشن. فأنا مثلاً حقولها هو. L1 لحد R1. ومثلاً L2 بدء من هنا. لحد R2. حسناً. فيه ناس حلوها بكذا F condition كتير كده. بس أنا على فكرة ممكن أحلها بيعني بسطر واحد بس إزاي. لو بصنا وركزنا كده. هو في المسألة دي. يعني في الإجزامبل اللي قدامي ده. الباوندري طبعاً أي باوندري في الدنيا بيبقى ليه بداية ونهاية. هنا الإنترسكشن من L2. هنا الإنترسكشن من أول الحتة دي. لحد دي. ده الجزء المشترك. طيب. يعني أنا لو عايز أقولها في المسميات اللي في المسألة هتبقى بدأ منين؟ من L2 صح؟ ونهية فين؟ نهية عند R1. صح كده؟ طيب. لو أنا كنت رسمت مسألة تانية. حطيت برضو L1 هنا. وحطيت. أدي R1. وL2 برضو بدأت من هنا. بس. R2 جاء الأول. ساعتها كان هيبقى الإنترسكشن من L فين. حد كده يفتح المايك ويقول. من L2 لغاية R2. صح. طب. لو لاحزنا بقى. يبقى دايماً الإنترسكشن. هيبقى من L الكبيرة ولا L الصغيرة؟ يعني أنا هي L. هتبقى بدأت الإنترسكشن. لا. L كبيرة. صح. L الكبيرة. يعني أنا باخد L العليمين أكتر. فدي يعني L2 هنا أكبر من L1. صح كده؟ يعني ففكروا فيها كنمبر لاين. L2 هي أكبر من L1. صح؟ حسناً. طيب. يبقى أنا دايماً الإنترسكشن باوندري هيبتدي من L الأكبر. طب. هينتهي عند الرل إيه؟ الأزهر أصلاً. صح. الله ينعر عليكم. صح. يبقى أنا كده حرتبت بقى تفكيري بقى كده. طبعاً زي ما اتفقنا. ما فيش ما ينفعش أن نخش في مسألة. لقد نغنى كده اللي هو هنخش نكتب على طول. لا أنا عايزة أرتب حكتب إيه؟ يبقى مبدئياً أنا عرفت إمتى مش هيبقى ليها حل أصلاً. مش هيبقى ليها حل أصلاً لو الكوندشن اللي هو اللي إحنا قلنا عليه ده. طب. لو الكوندشن ده مش متحقق بقى. يعني خلاص ليها حل. أنا عرفت إن ليها حل. حبتدي بقى إيه؟ أروح أكتب الحل بالفكرة دي. إن أنا دايماً البوندري بتاعي هيبقى من ال L الأكبر لل R الأصغر. حلم؟ تعالوا بقى نشوف هنكتب هذا الكوت ده إزاي. أنا عايز حد برضو يرفع يده كده ومعايا كده واحدة. طيب عبد الرحمن فإفتح المايك. بالمناسبة برضو كان فيه برضو حاجة كان حد ألف في الفيد باك إن هو حابب إن إحنا جوا السيشن نخليكم إن إنتوا تعملوا شير سكرين وتحلوا بنفسك وكده. هي دي عمتاً حاجة في بالنا حنعملها إن شاء الله لما نصفي عدد حبة ونخش في حاجات أصعب شوية وإنتوا تفعودوا على الكتابة. هنعمل الموضوع ده إن شاء الله كل سيشن يعني لما نبقى نعمل سيشن لايفز يعني ويبقى متاح الموضوع ده فإن شاء الله هنعمله إذا. تمام؟ ماشي. يلا عبد الرحمن كده معي. تمام. تمام وإحنا كده أول حاجة طيب الإيم كوت اللي هناخده هيبقى عبارة عن أربع أركام. ها. تمام. هنأسلهم بقى L1 L2 R1 R2. تمام هو L1 وعندي R1. بعد كده L2 R2. وبعد كده. آه أنا كاتب R2 مرتين. طيب. بعد كده حعمل Cn دي هم هما الأربعان. طيب كلام جميل. طيب عايزة هندل بقى عايزة هندل الـ condition اللي هو بتاع اللي مفيش حل. احنا قلنا إيه الشرط بتاعه ها هيحصل إمتى? إن هما الاتنين ما يكونوش إنترسيكت في الـ point معين أو في إنترفل معين. ايوة تمام صح. قلنا بقى هندتكت بقى الكلام ده ازاي? يعني ايه الكنديشن اللي هنكتبه? فاكره? انتي تقوصل معي اصلا. طيب خلاص ولا اهمك طب.. اه لا انا. ماشي. طيب هي روينا اللي كانت قليته اصلا. فروينا كده افتحي المايك كده. ايوة. طيب قوليلي كده هنكتب بقى الكنديشن ازاي اللي انتي قلتليها. هو انتي قلتلي امتى ما يبقاش فيه انترسكشن? ايوة. لما تكون L2 اكبر من R1. صح. هقول ايف L2 اكبر من R1. بس ولا فيه حاجة كمان. لا فيه حاجة كمان. صح. L1 اكبر من R2. صح. شاطر. فاهم عبد الرحمن ليه ساعتها مش هيبقى فيه حل? لا مش فاني. طيب تاني بص. لا مش مش فاني. بص بص. احنا اتفقنا بص كده على اول رسمة دي. امتى ما يكونش فيه انترسكشن ما بين 2. ما بين 2 انترفلس. لما 2 انترفلس يكونوا برا بعض. يعني ما فيش جزء مشترك ما بينهم. تمام كده؟ طب ده هيحصل امتى؟ هيحصل. في حالتين. الحالة الاولانية ان تبقى بداية الانترفل التاني جاية بعد نهاية الاولاني اصلا. ما هو انا لو بدايتي جات بعد نهاية الاولاني فكده ما فيش اصلا انترسكشن. صح ولا لأ؟ حالتين. ماذا. طيب الحالة الثانية بقى انهم يكونوا متشكلبين يعني الترتيب بتاعهم متشكلب بس. ان يكون بداية الاولاني هي اللي بعد نهاية التاني بس. لان احنا قلنا هو انا مش ضامن انهي جاية قبل انا. فانا هحط احتمالية للاثنين. ان الاولاني هو اللي يكون البداية او ان التاني يكون هو البداية. ايا ان كان اللي فيهم. بس ايا نفس الفكرة. يعني من الاخر من الاخر يعني. بالتنظر مش فائله يعني بص من الاخر يعني مش هيبقى فيه انترسكشن لما يبقى بداية واحد جاي بعد نهاية واحد تاني. يعني اي واحد فيه انبقى اي ان كان بدايته جاي بعد نهاية واحد تاني. دايماً هيبقى مفيش انترسكشن كده. لو انا بدأت بعد نهاية يبقى خلاص يبقى مفيش انترسكشن. صح? طيب يبقى كده احنا هندلنا هندلنا الكيس اللي هو بتاعي الايه بتاعي اللي هو مفيش حل طب قلس بقى لو في بقى حل مين بقى يقول لي ايه احلى طريقة اكتب بيها الحل على اللي احنا قلناه يعني يعملوا ريزهان دي كده عايز اكتب الحل في سطر قول يا مصلح افتح المايك هو استخدم اول حاجة اللي هي اكتبها لوحدها مع اور تمام بقى كده هستخدم بالمينموم والماكسما الله ينور عليك صح احنا قلنا لما انا عايزة سي اوت الباوندري بقى هقول حسي اوت احنا قلنا اول حاجة الليفت باوندري هيبقى هو الرقم الاكبر ولا الاصغر من بتوع الليفت الاكبر صح فحقول ماكسيمم اوف l1 و l2 بعد كده هكتب المينموم دي اللي انا قلتها لكم في اخر السيشن اللي فاتت وقلت لكم ساعات بتستخدم في حاجات كتير طيب بعد كده هعمل سبيس عشان هو طالب سبيس في النص بعدها هطبع بقى الار الصغيرة ولا الكبيرة الا صغيرة مينموم صح حقول المينموم اوف l1 و l2 صح جدا بعد كده هيند لهم تمام تعالوا كده نجرب تمام تعالوا كده نشوف التست كيسس مسلا هاخدده تمام تعالوا كده نشوف التست كيسس مسلا هاخدده تمام خمسة وخمستاشر صح؟ اه تعالوا نجرب الكيس التاني تمام نجد في منصة مهما بقيت جامد هتفضل في اللحزة دي برضو متوتر توتر غابي برضو تمام ومهما بقيت برضو جامد هتتبسط من دي برضو حتى لو انتم متأكد ناصر طيب حد عنده سؤال في المسألة دي خلاص ولا ايه؟ طيب تعالوا نروح لا ايه تاني دلوقتي عندنا مسلا هنا كان في اي و اي و اي و او انت كنت تقولي ايه؟ مع اني حاولت فيهم طيب طيب تعالوا نشوف كده حاجة من الانت هتطالبهم مثلا نشوف اي ايه بقى كان في اي تاني ممتا طيب افتح كده المايك فارس؟ اي او طيب تعالوا كده في المسألة دي مثلا دي ال انت كنت نفوض ايه لما عارفش تحيلها صح؟ اه طيب ايه بقى المشكلة بالنسبة لك هنا؟ يعني انا احط العلام الـ plus و times فا احنا عارفش احطها بان هو الـ plus او الـ minus او الـ times اللي هو هيدي لك الـ input ده هو يعتبر character يعني انا بالنسبة لي هو character تمام؟ تمام؟ تمام فانا هسيئن الارقام كانتجرز عادي يعني انا دلوقتي همسح كده الكلام ده انا حاول ان انا عندي رقمين اكس و وال ماشي؟ وفيه character S مثلا ده المفروض هاخده برضه طيب فا ايه ترتيب الـ input اللي انا هاخده انا هاخد الايه اللي هو اول رقم وبعد كده character وبعد كده B فانا هاقول كده هاقول Cn الرقم الاولاني اللي هو X بعد كده character اللي هو S وبعد كده الرقم التاني اللي هو Y طيب هو الحل دلوقتي مبني على ايه يعني ايه اللي هيخلينا حل على حسب ايه؟ على حسب ايه هتطلع اجابة؟ على حسب بقى بص او طيب ايه زي العلامة اللي هيبقى اللي هي S جدت تمام صح فانا هاخد ايه هاخد ايه هاخد ايه هو اول case ان character يبقى علامة ايه؟ بلس مثلا اعمل بلس او تمام فهاخد ايه فحقول if S equal equal وهاخد single quotations جواه علامة بلس يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان لو character ده علامة بلس ساعتها هقوم طابعي المفروض اتبع له ايه؟ اتبع له ايه بلس ي بس لازم اتبع له ايه؟ لازم اتبع ايه الاول؟ ايه اكسل ثاني لا هو عايز الريزولت بس انت غالبا اه هو عايز ارقم بس انت غالبا اعدت بقى كنت عايز تتبع له الاسبريشن كله تقريبا او ايه اعتبر او اعتبرت شوية لا امانت ركز في الفورمات اللي هو طلبه تمام فا هكمل حقوله ايه ايه اكس بلس ي بس وخلاص طيب حول الاس ايه الاس دي علامة مينس ساعتها هقوم ايه؟ ايه؟ اكس مينس وار طيب بعد كده فيه علامة تايمز يبقى حول الاس ايه؟ اس ايكوال ايكوال علامة تايمز اللي هي الاستريك دي ساعتها هسي اوت اكس في وار ماهام واخر بقى علامة اللي هي الديفيجن ساعتها هسي اوت اكس على وار اذاerstعر افتحه هنه سببو ايه برضو بردو بحجية الديفيجن، دي لو نخаний بقى لنا حتى فصال هو اقيلك يودتنب carrier أي انه sanctions بس. يعني تمام يعني حامل مفهاش مشاهده. فامت? تمام. يبقى كده المسألة دي تمام. انا برضو نتشك كده نجرب التست كيس. ايه يا احمد اقول? انا تغفلت من الانبوت. لان الانبوت حطت كله جنب بعض فانا فاكرا ان هو عاوزت ادخل الانبوت كله جنب بعض مسافات. فاللي غفلني ده. في السؤال ده. اه فاهم. بصوص. لو لو قريت الانبوت حتلاقيه كاتب لك ايه? ما كتب لكشن الانبوت عبارة عن كامل لا. هو قال لك كونتينز ايه واس وبي يبقى دول ثلاث حاجات مفاصلين. فانت تقدر تاخدهم كل واحد لوحدهم. ايوا انا فاهم بس انا كنت ببص على الانبوت اللي تحت. فكنت دائما بلاقي ان في مسافات لما بيديني اسئلة كده. فالمرة دي مكانش بيديني اي مسافة فانا فاكرا وعالس كده. ايوا فاهم فاهم عادي عادي. طيب آآ فتمام اشتغلت اول واحدة تعالي نشوف دي. تمام صح. فكده المسألة دي تمام. تعالي برضو نصب نلتها. طيب. طيب. كان فيه اه. كان فيه او كمان. او. 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 طيب. طيب. هو هنا. هيديني ايه. هو هيديني او. 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 طيب. او. مثلا اللي ربعمية دا. طيب انا مطريني توتا العدد ايام ربعمية. خيب. لو انا عاوز عارف الربعمية دي فيها كام سنة. المفتودس سمعتها علي كامعة. ها يقول لا مثل مرتبط شوية بس ما عليش سامي مرتبط مرتبط شوية لا لا عادي ها هي هي هو قالك ان السنة فيها 365 يوم ماشي فأنا بقولك ان انا معي 400 يوم كاملين ف400 يوم دول يعني فيهم كم سنة ويبقى شوية ايام معاهم يعني اريد اعرف سيبقى فيهم قد امن السنين مع بوائي يبقى المفروض اعمل ايه اقسم على ايه اقسم على 365 يوم صح صح ايوا ايوا صح صح فأنا سيبقى بالنسبة لي عدد اليوم عدد اليوم عندي سيبقى 400 على 365 طيب المفروض الرقم ده بالانتجر ديفيجن سيطلع واحد يعني هو المفروض الديفيجن الصحيح سيبقى واحد وشوية بس انا اريد اعرف هو في كم سنة كاملة فكم سنة كاملة دي بجرس تفاهم الحتة دي ولا لا تمام تمام طيب طب بعد ما اخد يبقى انا كده خلاص قضيت سنة كاملة طب لو انا قضيت سنة كاملة كده انا متبقي معايا كام يوم هلاقي ان انا متبقي معايا 400 ناقص عدد الييرز اللي طلعلي في 365 صح ولا لا اه صح تمام طب عدد الييرز اللي طلعلي هنا واحد يبقى انا حامل 400 ناقص 365 هيطلع كام يوم هيطلع 35 طيب طب الخمسة وثلاثين يوم دول بقى انا عايز اعرف فيهم كام شهر هكذا حقسم على كام عشان عرف عدد الشهور ده اسمها 30 صح يبقى حقسم على يبقى عدد المنص هيبقى هو ال 35 دول على ال 30 هيطلع برضو واحد وشوية يبقى عدد المنص الكاملين واحد طب بعد بقى ما اخدت شهر هيبقى معايا كام دي بقى مفرطين هعمل بقى نفس الحزبة اللي فوق هاخد الديز اللي همها 35 اللي كانوا معايا واشيل منهم عدد المنص في 30 هيطلع كام خمسة يبقى عدد الديز خمسة يبقى الربعمية دول الربعمية فيهم سنة وشهر وخمس تيان فاهمت الفكرة؟ اه فاهمت طب عايز نكتبها ولا تبقى تحاول تكتبها انت؟ انا مش حاول تكتبها عشان دي الوحيد الحدي حتى الاساب ما بقلي فيها في الكتاب انا انا فاهم انه مثلا انا احسابها لأفاهم طيب انتفكر في الكتاب طيب تعالى نشوف انا في الاول هاخد على رقم اللي هو ان اللي هو عدد اللي ايام التوتل ماشي؟ وحاسي ان الان ده طيب احساب رقم اللي هو الان اللي هو الان اللي هو الان اللي احطه انا حطه على 365 تمام انا دي واحد يبقى كده كده انا جبت عدد الالتوالي تمام كده؟ تمام اي C موان فعدد اليارز اللي هو الان صح؟ ام تمام فانا اقول ان عدد ال days عدد ال days الجديد أي van عدد ال days الأديم نائس اله 365 ثلاثمية خمسة وستين فاهم اللي انا عملت كده ولا لأ تمام طيب هروح بقى دلوقتي احسب عدد المنص طيب عدد المنصة هيبقى اه يبقى لوه لوه هناخد البيت الان طريبا صح الان بقى خلاص اللي انا حسبتها على تلاتين صح صح ده كده عدد الشهور طيب بعدي هبقى عشان اجيب عدد الديس اللي هي اخر حاجة خالص هعمل عدد الايام اللي كان معايا مينوس عدد المنص اللي طلعلي في تلاتين تمام طيب لو جنا بعيز اطبع الكلام ده وعيز اطبع كزا ييرز بعد كده اند لايام بعد كده كزا منص طيب خلينا نطبعها واحدة واحدة يبقى انا حسي قوت الاول عدد الييرز وبعد كده سبيس وبعدها كلمة ييرز وبعدها اند لايام وبعدها اند لايام وبعد فكرة كنت ممكن اجمع الاسباس مع اليرز دي في واحدة بس يعني كنت ممكن اعمل كده وانت بقى كده وابدأ باسباس وبعد كده اكتب ييرز فاهم؟ اه تمام كده انا خلصت اليرز بعد كده هروح للمنص هعمل نفس الحاجة بب هطبع المنص بعد كده هعمل بردو كده وابعدها الديز بقى بس فكده طبع تلف اليرز بعد كده اند لاين بعدها المنص اند لاين بعد كده الديز اند لاين تعليق انشوف هيات بايا طيب هندخلوا مسار ربعمية طبعا صح ولا غلط صح طبعا صح طبعا صح فأنت أول شيء حاول تجرب تحل المسألة على ورقة وقلم. يعني أنت شوف الحل المفروض يمشي إزاي لو أنت هتحسبه عادي. بعيداً عن المسألة أصلاً. لو أنت هتحسبه بدماغك. المفروض هيتحسب إزاي. وبعد كده يمشي خطوة خطوة. يعني يحاول بقى ترتب الخطوات اللي أنت عملتها بقى. يعني ما تكتبش في الورقة اللي هو أنت بتطلع الحل وخلاص. لا اكتب خطوات قدامك. يعني أنت الخطوة الأولانية عملت كذا. عشان تطبقها عندك في الكود. بعد كده خطوة الثانية المفروضة عملت كذا. يعني حاول دايماً أن أنت وانت مخلص المسألة على الورقة. أنت تبقى مرتب كل حاجة وكتب شبه كود. يعني أنت أصلاً ممكن تبتدي تكتب الكود على الورقة أصلاً. الحاجات تبقى مهمة قوي. فبقى مسائل المسابقات وكذا. لما تبقى تبقى تخش مسابقة كتيم. فأنت تبقى المفروض ثلاثة مثلاً. فأنت دلوقتي المفروض مثلاً يعني كل واحد في التيم بيفكر في مسألة مختلفة. فأنت ما ينفعش أن أنت تقول أنا جات لي ف أقعد على الكمبيوتر حل لأن على فكرة التيم بيبقى كله ليه كمبيوتر واحد. ماشي؟ فأنا ما ينفعش دلوقتي أن أقول أنا معي فكرة مسألة وأخش حلها. وافضل قاعد قصاد الكمبيوتر مش عارف أكتب. أنا كياب أضعي على وقت التيم. فأنا المفروض أن أنا بقى متأكد من حلي كفكرة وكا إمبليمنتاشن. أن أنا حارف أكتبه. عشان أخش أكتب على طول. يعني ده بيفرق بقى فريق جامد من فريق نص نص. فالمهورة دي حاول تبقى عندك من بدري. أنت لما ت أخش تكتب تبقى متأكد من أنت هتكتبه. إنما لو أنت لسه مش متأكد. على فكرة الكلام مش لفارس بس يعني أتكلم عن مكتب. لو أنت مش متأكد. آآ لا. زبط على الورقة الأول وحاول تزبط الكود الأول وتفكر في كل الأرورز اللي ممكن تطلع لك. وبعد كده خش أكتب. حدش يعمل أول حاجة أنه هي يكتب. لا. الكتابة دي آخر حاجة خالص. طيب كان فيه حد عايز آي وفيه كيو. ماشي. هي كيو دي على فكرة بالمناسبة يعني لما تاخده حاجة لسه قدام. إيه مين عنده صحيح? بولي عبدالله. هو أنا حلتها من غير اف آآ طريقة مختلفة كده. اللي هي السورتنج دي? آآ. طب استنى كده نطلع حلك استنى. انا أخدت فيها مينس ناين عشان حوار الكودس الفاضية. آآ انت باخد مينس ناين. كنت تعرف حوار الكودس الفاضية ده يعني بيقون يعني بيقرأة أصلا. ما عرفش. حلوة والله لا فكرة 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 روش. حلوة. انا ما عرفش الاف عمتا ما تاخد وقت ولا لأ. بس. لا الاف كتايم اناليس ما تعتبر يعني بتحصل على طول ما تاخدش وقت. تمام. بس هي الفكرة حلوة ان هي عمتا بالإفات هتبقى كبيرة قوي يعني هو في كذا إف. أولا انا كنت حقوله ان هو انتو لما تخشوا في حاجة قدام شوية كده تاخدوا حاجة اسمها سورتنجو بتاع. فمسألة زي دي اصلا يعني مش هتبقى مسألة. يعني هو هي هي فانكشن اصلا بتكتب بتسورته وخلاص. بس هو الفكرة. اه بالضبط ايوة صح. بس انتو عشان. معنى كنت عايزة حلاء كذا طريقة بس ما كانش نافع عشان احنا اضغطت في الاف. بس انا عارف كذا طريقة تانية بس بتعملهم تبوز وبردو سي فلس بلس مش متوكنوا انه لسه قوي يعني. ايوة ايوة ما هو ليس عادي احنا هناخد كل الكلام ده قدام. بس. عشان انتو لحد وقفين لحد الاف. فحل. فمسألة زي دي غيلسة فعلا. عشان انتو وقفين لحد الاف بس. فعلا يعني هي ممكن التحلل ازاي. ادواتي المفروض ان انا اضغط ثلاث ارقام. انا اضغط ثلاث ارقام فانا عايز راتبهم. يعني انا عايز اعرف مين اصغر واحد. ومين المتقصد ومين اكبر واحد. فانا ممكن اقسمها هي اصلا هيبقى ليها كم كيس اصلا هم حبوا ستة كيس مختلفة. صح هذا لا. ولسه لو قد بعض هيبقى اكتر. ما احنا لاحن ممكن ندخل القد بعض مع معايا ومعايا تبقى في كيس واحد. احنا لاحن ممكن ندخل القد بعض اكتر. احنا لاحن ممكن ندخل القد بعض اكتر. احنا لاحن ممكن ندخل القد بعض اكتر. أو equal Z طيب، هيا كده الكيس دي لو الإكس هي أكبر منه وإيكوال Y وفي نفس الوقت أكبر منه وإيكوال Z يبقى الإكس دي هي أنهي رقم أولاني ولا في النص ولا الأخير 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 صح؟ طيب يبقى أنا بس محتاجة أرتب ال Y و Z أريد أعرف مين قبل مين، فهحط كونديشن جوه بقى لو ال Y أكبر منه وإيكوال Z يبقى سعيدها الترتيب المفودي باي كده Z هتبقى هي أول رقم خالص؟ هو طبعا طلب الاتباعه بشكل يعني عقيم قوي يعني ماشي هنتبع كل رقم وبعده Endline فكده في الكيس دي كده Z هيتبقى هو أصغر رقم ويه اللي في النص هيبقى ال Y ويه أكبر رقم خالص هيبقى X هنفوت في Endline الأول أنا مش كان ممكن أحط هذا F دي جوه معهم يعني يعني حط عند 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 ودعه معهم آه يعني تحطها فوق هنا آه معا تمام آه ممكن عادي بس أنا عشان كنت أحط تو كونديشنز جواه بقى مرة لو ال Y أكبر منه وإيكوال Z أو ألس بقى يعني لو الزد هي اللي أكبر من ال Y يبقى ده كده معناه أن الزد هي الرقم اللي في النص وال Y هي أصغر رقم يبقى حطب على Y الأول بعد كده Endline بعد كده Z بعد كده Endline بعد كده X أكبر رقم تمام؟ طيب دي كده أول كيس إن ال X هو اللي يبقى أكبر رقم خالص هكرر بقى الموضوع ده كم مرة كمان مرتين كمان صح مرة أتست ال Y هي أكبر رقم ومرة أتست الزد ممكن أن أقوم حطت هنا كده حاول بقى هنا أن ال Y هي أكبر واحدة فساعتها جوه حاول مقارن ما بين ال X وال Z حاول لو ال X أكبر منه وإيكوال Z ساعتها المفروض أسي أوت أو لو ال X أكبر منه وإيكوال Z يبقى الزد هي أصغر رقم وبعاديه ال X وال Y أكبر واحد ألسي 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 يبقى الزد هي أكبر يبقى الزد هي أصغر رقم وبعاديه الزد وال Y أكبر واحدة حسنا؟ حسنا آخر بقى كيس أن الزد يبقى هو أكبر واحد خالص ألسي يبقى الزد يبقى الزد ألسي يبقى الزد يبقى الزد أكبر منه وإيكوال X وفي نفس الوقت زد أكبر منه وإيكوال Y حقارين جوا ما بين إيه وإيه بقى ما بين الإكس والواي بقى لو الإكس أكبر من أو إكوال واي ساعتها ساعتها المفروض الترتيب يعمل إزاي بقى كده الواي هو أصغر واحد والإكس هو اللي في النص والز ده أكبر واحد حد بس مش فهم عشان بكتب بسرعة شوية بسرعة مفروض الموضوع يميك سنس حد مش فهم يريز هند كده طب اللي فاهم يريز هند تمام زي الفول طيب بعد كده آخر آخر كونديشن بقى يبقى ساعتها ساعتها كده الواي هي اللي هتبقى أكبر من الإكس يبقى كده الإكس هيبقى أصغر رقم خالص وبعد يه الواي وبعد يه الز كده أنا طبعت إيه ترتيب الأرقام اللي هو الاسندينج أوردر زي ما هو طالب بعد كده بقى أشوفوا طلب إيه طلب أطبع سطر فاضي يبقى أنا حسي قاوت اندلاين كده لوحده هي الحاجة الرحيدة اللي عطرتني في المساعة دي كل ما جاءت من ساب مت يقول لي رمجة هي دي هي دي غلاسة عمتا من فورمات المسألة يعني في العموم يعني في المسابقات والمسائل عمتا اللي نضيفة ما يقاش فيه عبط كده طيب فأكد ماينوس ناين بسابقها يا الله أنا معرفش حوار دابل كود سنو بإراهة فخلاص بحصل خير عادي عادي هي ماينوس ناين دي الصراحة توجع يعني بس هو 8000 يعني هو رقم كبير شويتين على مسألة واحدة السميش الحمد لله ايوه مع ماينوس ناين دي تباوز البنالتي خالص هو هو انت فين اه ايوه انت حتى البنالتي بتاعتك اعلى بكتير قوي من اللي فوقك وعدين بتاعت الييرز دي اسامت على 360 يعني هو خلاص بقى ماينوس 8 بس رابط ما هو انت بص انت لما تلاقي ان انت بتجيب رونج ما تقعدش تجرب كتير ورا بعضه انت تريث كده وحاولت تطلع كل الغلطات لان برضه هو احنا دلوقتي مش بنركز اوه مع موضوع الرنجادة بس كمان فترة لقى الرنجادة تفرق قوي يعني الرنجاد دي ممكن يعني فعليا يعني السنة اللي فاتت مثلا في المسابقة الاخيرة دي الفرق الفرق اللي هي اللي في الاخر متأهلة بسبب فرق بينانتي يعني عشان هم عملوا صبميشا أسرع و بطاق برونج أقل فاهم حتى يعني احنا مثلا في في اخر مسابقة في كليتنا طلعنا الرابع على الكلية الفرق اللي كان واخد التالت كان أعلى مننا بنالتي برضه عشان احنا عملنا رنجات وحاجات كده فاهم فادي تفرق قوي يعني الرنجات والبنالتي بتفرق بس يعني دلوقتي خلينا احنا بنتدرب عادي بس حاول تزبط طيب تعالوا نكمل اهو اهو بعد كده بعايز اضبع عايز اضبع على الارقام زي ما هي يعني برضه ده عبط من المسألة يعني احنا ما شفتش كده في حياتي بس ماشي عايز اضبع على الارقام بالترتيب زي ما هي زي ما دخلت له في الانبوت فماشي تمام هسي اوت اكس وبعد كده اندلاين وبعد كده واي وبعد كده اندلاين وبعد كده زاد وبعد كده اندلاين تمام تمام طبعهم هون فعلا ascending negative two one three بعد كده طبع سطر فاضي بعد كده طبع الارقام زي ما هي في الانبوت اللي كانوا وقفين في مسألة كان فيه كذا حد سأل فيها كلكم فهمتوها ولا ايه كان فيه جودي وفيه فارس ومريم او دلوقتي كده تمام ايه شكرا لا عفوة لان طبعهم زي ما قلتلكو يعني حاجة زي دي قدام سواني زي ما قلتلكو حاجة زي دي قدام هتبقى يعني حاجة سهلة قوي بس هو احنتو عشان ايه لسه واقفين عند مرحلة معينة فبتبقى فيه حاجات ممكن صعبة شواني هو ايه الفرق بين البلانك لاين وبلانك سبيس هو بلانك سبيس دي يعني انا مش هنزل سطر تحت انا بس هسيب سبيس ما بين يعني مثلا حطبع رقم بعدين سبيس بعدين رقم تاني يعني هما في نفس السطر بس فيه سبيس ما بينهم انما بلانك لاين دي يعني انا هسيب سطر فاضي يعني هسيقوت اند لاين وبعد كده اكتب في البعض فهمت يا رواينا ولا ايه؟ اعمالي اه اه لايك ولا ايه حاجة تمام ماشا طيب اه تمام ماشا انا اي ايه ايه حشوفها تمام انا قريت اه ايه دي تمام اه تعالوا سنشوف نكمل كده اه كيو خلاص تمام اه طيب فيه طيب طيب المسألة دي هو كان طالب احاول اعرف الرقم ده فلوت او انتجر طيب طيب اه افكرة المسألة حسناً، مبدأين الرقم الذي سيضع لي هو رقم float لأنه هناك decimal، فأنا سأقول float x، تماماً، وسأقوم بـ cn x، حسناً؟ حسناً، ماذا يوجد الفكرة فيه بقى؟ يعني أعرف منين هو إنتجر ولا float؟ يعني لو هو إنتجر، ماهي الفكرة فيه؟ يعني لو حد كده كان وقف في المسألة وعايز يجاوب، يرفع عيده؟ طب لو حد جاوبها وعايز يقول إيجابة ورده؟ عادي؟ محدش عايز يتكلم خالصاً؟ تمام يا روان، افتحي المايك اقول ها انا كنتم سميّة float n وإنتجر x، وسويت x بـ n طب، ستتوقع سميّة، لكن هعمل زي ما أنت بتقولي بالزراء، حاولت float n وإنتجر x، بعد كده حسيء n اه، حسيء n تمام، تمام، بعد كده بعد كده عملت x equal n؟ اعتقد إذا اخبرت تحتيبS ودخلت أن فعلاً أقمر بالن؟ نعم افعلاً يا إذا فعلاً نعم يبدو نعاً ي großes نضع곤 ودخل عotaه يبقى float وبعد كده space وبعد كده حطبع ال-n اللي هو الرقم الأصلي minus x اللي هو الانتجر بتاع الرقم صح طيب ولو else بقى حطبع حطبع integer وn صح زي الفل للاي نعو فارس تقريباً كان سأل في السؤال ده فارس كده قولي فهمت ولا لا فهمت لأي قالته هيا معلش الحالة دا ما ينفقاش مع ال-negative صح ايه يا رانيا الحالة دا ما ينفقاش مع ال-negative مع ال-negative عشان حيبقى مثلا negative 2.4 فالامتجر حيبقى negative 2 فسعيتها negative 2.4 اه طح عنك حق طمام هيبقى يعني يعني ممكن اكبر من دي ممكن نخليها not equal طمام فهمت يا فارس او لا الى حد الماء يعني طيب بص هو الفكرة في ايه امتى الرقم يبقى integer لو الرقم integer ده معناه ان انا لو شلت الجزء decimal هيفضل رقم هو هو يعني مثلا لو انا عندي رقم عبارة عن 230 بس هل فيه اصلا جزء decimal جنبه؟ مفيش فده معناه ان انا لو شلت decimal كأني ما عملتش حاجة هيفضل رقم هو هو انما لو هو بقى رقم float يعني فيه decimal بعد البوينت لو انا شلت decimal دي هل الرقم يفضل زي ما هو ولا رقم يتغير تاني لو انا عندي رقم decimal مفيش فده يعني يعني 230 بوينت خمسة مثلا لو انا شلت الجزء decimal اللي بعد البوينت يعني شلت البوينت خمسة دي كده الرقم تغير او لا تغيرش نا كده تغير كده اشلت المص ايوه بالضبط فهو ده ما احنا مشينا فيه في الحل انا قلت عندنا float تمام وعملنا cn للfloat فكده الان ده هو شايل الرقم بالدسمال بتاعه حل؟ بعد كده قالت لي ان احنا هنعمل انتجر اسمه اكس واقول ان اكس بتسوي ان طبعا انا لما خليت انتجر حطيت جواه ان مش انا كده شلت الجزء decimal اللي بعد النقطة اه لان انا خلاص حطيته في الانتجر انا حطيته في data type انتجر فانا كده شلت الجزء اللي بعد الايه بوينت فلو الان اللي هو الرقم الاساسي اللي هو بالدسمال ما يسويش ال اكس يبقى ده معناه ان في جزء بعد البوينت تشال لان هما ما سووش بعض تمام؟ اه تمام بس عايتها يبقى انا خلاص عرفت النقطة float طب هو قال لي بعد ما تعرف النقطة float اطبع بقى الجزء طب الجزء الديسمال ده هيعرفه النقطة بكام ازاي؟ سوف اعمل الرقم اللي فيه الدسمال مينس الانتجر يعني مثلا انا لو عندي 240 بوينت خمسة ستة ماشي؟ فانا لما شيل الجزء اللي هو بعد البوينت ده الرقم هيبقى كام؟ هيبقى 240 بس يبقى ده كده هو الان وده كده هو الاكس في المسألة نجمع الحتة دي ولا لا؟ اه نجمع طيب طيب لو انا لو انا عايز بقى الجزء الديسمال بس حعمل ايه؟ اه حعمل ايه؟ لو انا عايز الجزء اللي بعد البوينت بس انا عايز رقل الحت الجزء ده بكام؟ المفروض اعمل ايه ال اوبريشن اللي عملها عشت ناخد الحتة دي بس؟ اعمل ايه مينس ايه؟ اتعمل الاند مينس اكس صح بس هو ده اللي احنا عملناه تمام عملناه انه مينس اكس فكده طلع لي الجزء اللي هو بعد البوينت اللي هو كان طلبه طب الس بقى الس يبقى ده خلاص رقم انتجر يعني هما لو طلعوا قد بعض يبقى هو انتجر وحطبع له الرقم زي ما هو وخلاص تمام؟ تمام طيب اه قولي يا مين؟ روينة؟ اه قولي يا روينة هو احوار النجد في ده لمسألة تانية عشان هو هنا قصلا قاله ان انا هتبقى كفر من من ايه 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 اس regret هي كانت بتسأل في الكلام ما كنت شاء تسأل في المسألة هذه اه ايه طيب في الفول اه مش لازم بقى نصب متاهة بقى خلاص عندنا ايه تاني فينا المسجز طيب في طيب اعتقد يا فارس ان انت المشكلة كانت هنا برضو في فكرة الامبوت ان انت مش عارف تاخده صح? ايوه صح? طب اعتقد ان انت خلاص دلوقتي هتبقى فهمتها ولا ايه? انا اعتقد ان انت خلاص دلوقتي هتبقى فهمتها من اللي هو الكاكوليتك ايوه 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 هتاخد الرقام اللي واحدهم عادي والسين اللي في النص ككاركتر وبعد كده هتبتدي بقى تقارن وتشوف هل هي فعلا صحة ولا غلط تمام اعتقد ان دي برضو نفس الكلام صح? ايوه نفس الكلام برضو اعتقد يعني بعد الساشرن اعطى بقى حدئت مسألتين دول تاني تمام طيب كان في بقى في برضو كانت مسألة غلصة فعايزين نشوفها طيب بصة هي المسألة هنا بيقول لي بيقول لي وهيجيين اربعة ارقام عايز يتبعلي من الملتبليكيشن بتاعهم هم اللي اربعة طيب خلينا بس بداية كده من دلوقتي بقى وإحنا بنحل في الفترة الجاية نبتدي نقرأ الكنسترينز بتاعت المسألة. يعني قبل كده هنكناش بنهتم قوي بس نبتدي دلوقتي نحن نركز معاها ونفهمها. يعني هنا هو بيقول لي الانبوت حيبقوا أربع أرقام A, B, C, D ورن A وB وC وD دول ما بين التو والتنبور ناين. تمام؟ طيب. دايما دايما في المسائل وفي البروم سولفين وكده دايما أنا بشوف الأرقام ممكن توصل كان عن طريق الورست كيس سيناريو. يعني أنا دايما دايما في المسائل وبرضو في حاجة قدام اللي هي Time Complexity Analysis برضو دي حاجة مهمة جداً هنبتديها في الليفل الجاي. دايما الشغل دايما بيبقى على الورست كيس سيناريو. دايما. فهنا الورست كيس سيناريو إن الاربع أرقام يبقوا كامل. تيمبور ناين. صح. صح. هو مش في احتمال إن الاربع يطلقوا تيمبور ناين مفيش ما يمنع. ده الورست كيس. طب تعالوا كده نحسبها. هو لو أنا. لو أنا تيمبور ناين دي. ضربتها في تيمبور ناين. ضربتها في تيمبور ناين. ضربتها في تيمبور ناين. الناتج هيبقى تيم بور كامل؟ تيم بور سيرتي سيكس تيم بور سيرتي سيكس طح في مشكلة بقى ايه هي؟ ان تيم بور سيرتي سيكس ده رقم كبير قوي مايكفيش اي داتا طايت موجود يعني حتى اللونج لونج مش هيكفيه تمام؟ فطبعا الناس هي الناس اول ما قرأت المسألة فكرت في ايه؟ ان انا حضرة باللاربع ارقام في بعض بعد كده حعمل موديولومية صح؟ ده اكتر تفكير منطقي بس المشكلة هي في الكنسترينز ان انا مش هعر افضر باللاربع ارقام في بعض هيعمل اوورفلو فبالتالي بنعمل ايه بقى في الحالات دي؟ يعني بنعمل ايه في المسائل اللي هو يبقى حاطط ليكنسترينز مش زابطة لازم افكر في حاجة تطلع لي الحل من غير ما روح له دايريكت يعني افكر في طريقة ملتوية تطلع الحل طب في الاغلب يعني افكر في الطرق الملتوية دي ازاي او كده اشوف الاوبريشن نفسها هو ايه اللي بيحصل دواها يعني هنا انا دلوقتي بعمل ملتوية صح؟ امسك ورقة وقلم وجرب ارقام وشوف الملتوية جوه ايه اللي بيحصل فيه انا دلوقتي عايز في اخر رقمين بس انا مش مهتم من باقي كله فانا لو عايز امسك في اخر رقمين بس دول هيطلعوا لي بسبب ايه؟ تعالوا بقى نشوف كده تعالوا بجرب هيعمتا ان تعتبر انا بالنسبة لي اخلص مسألة في الشيب دا يعني تعالوا كده مثلا ايه؟ ام لو انا عندي مثلا يعني ربعمية ربعمية واحد وتلاتين حضربه في تلتمية اتنين وعشرين تمام كده؟ طيب لو انا مهتم باخر رقمين بس من الملتبليكيشن تعالوا كده ممكن هو انا ممكن اكتب المسألة دي بشكل مختلف ممكن اكتبها ان هي ربعمية زائد واحد وتلاتين تايمز تلتمية زائد اتنين وعشرين صح ولا غلط؟ يعني اللي انا عملته ده هل غلط ولا لأ؟ صح صح طيب تمام لو انا حوزع بقى الكلام ده يعني حضرب ربعمية في تلتمية اللي يهمني بس انا عايز افهم هو انا لما ضرب ربعمية في تلتمية اخر دو ديجيتس من الملتبليكيشن ده هيبو كاما؟ زير هيبقوا زيرو هات صح يبقى ده اقدام تلعلي زيرو هات طيب لما ضرب الربعمية في اتنين وعشرين برضو اخر رقمين هيبو كاما؟ زيرو برضو زيرو هات برضو طيب لما ضرب الواحد وتلاتين في تلتمية برضو اخر رقمين هيبو كاما؟ زيرو برضو زيرو هات برضو طيب يبقى ايه بقى اللي هيطلعلي فعلا ارقام في اخر دو ديجيتس؟ هوا لما ضرب ده في ده صح ولا لا؟ صح صح طبعا لما ضرب واحد وتلاتين في اتنين وعشرين هيطلع كامل ناتج؟ يعني عايزين نحسبها سريعا كده؟ ستمائة وتلاتين ستمائة كاما؟ اتنين وتمانين ستمائة وتمانين طيب يبقى ستمائة اتنين وتمانين طيب آخر دو ديجيتس بقى اللهم الاثنين وتمانين دول لما جمعهم على صفرين وعلى صفرين وعلى صفرين يبقى الناتج النهائي آخر دو ديجيتس في حيبو كاما؟ 82 صح، 82 بس يبقى أنا فكرة الحل إن أنا دايما الحل بالنسبة لي مش في الرقم ككل دايما الحل في النسبة لي في آخر 2 ديجيتس من الرقم آخر 2 ديجيتس من كل رقم يعني لو كانوا أكتر إيه؟ يعني أنا كده ممكن أعمل لهم الأربع أمت أعمل لهم هم كلهم موديلو مية أقللهم صح؟ بالضبط صح، وكده هتشتغل عادي أنا عندي مثلاً 3000 3000 مثلاً 215 وحضرابه في مثلاً 1142 وحضرابه في رقم تاني مثلاً 320 مثلاً فأنا لو عايز أعرف آخر ديجيت آخر 2 ديجيتس هيبه كام؟ أنا هاهتم إن أنا شوف آخر اتنين هنا وآخر اتنين هنا وآخر اتنين هنا وحضرابهم في بعض يبقى 15 أتنين واربعين في عشرين بس كده بلا لا لأ لسه في خطوة كمان إيه هي؟ إن أنا أخد بقى موديلومية للناتج لأن الناتج سيطلع رقم أكبر من 2 ديجيتس بس أنا أريد آخر 2 ديجيتس بس فأنا هاخد الموديلومية دي زي ما عملنا فوق كده هو أنا لما جمعت صفرين على صفرين على صفرين على صفرين هنا هاخد الجزء اللي هو 82 بس مش هاخد 682 كله حد مش مجمع ها هو تمام بس أنا كنت هاوصل إزاي دي الفكرة دي من غير ما نعلم ما هو عادي بص كنت هتوصلها إزاي لو أنت كنت حاولت بكتب يعني تجرب أرقام أنت بقى أجرب تستي كيسز من بالك واقعد تشوف أنا ممكن أمشي في الموتيبليكيشن إزاي يعني إيه اللي بيحصل جوة الموتيبليكيشن نفسه عشان أحاول أجيب آخر رقمين بس هو ما جرتش في بالك خالص عاكي ما فيهش حاجة فيه فكرة زادت دلوقتي في بالك فيه مسائل تانية ممكن تقابلك تستخدم فيها نفس الفكرة فعادي يعني ما قديم ما فيهش حاجة تمام يعني بالمناسبة عايزة أقول لكم حاجة ساعات في المسابقات بتمقى مسائل سهلة يعني هي ناس كتين حلنها وتين جمد قوي مش عارف يحلها ففيه ساعات مسائل بتبقى مش معتمدة على توبيك معين قد ما هي فيها فكرة هي فيها فكرة معينة تيجب في بالك أو لا ففكرة تيجب في بالك أو لا دي على فكرة ساعات تيمات جمدة ما بيعرفوش يحلوا يعني مثلا في آخر المسابقة مثلا كان فيه مسألة الـ ECPC الأخير اللي هو كانت على مستوى مصر كان فيه مسألة كان تقريبا الناس كتين قوي حلنها واحنا حتى التين بتاعنا كنا حلنها بسرعة كان فيه تين اللي هو كان واخد الأول على مصر قبل كده ما كانش عارف يحلها وقعد جاب فيها كزا رنجل لحد ما عرفوا يحلوها مع إنها مسألة فيه ناس كتير تحت كانوا حلنها يعني إحنا مخلصين المركز مية وكننا حلنها بسرعة هم قاعدوا يجيبوا فيها رنجات فهل ده معنى إحنا أجمد منهم لا بس هو ساعات عادي فيه مسائل ممكن الفكرة تيجي في بالحد وما تجيش في بالحد تاني حتى لو هو جامد فهي ما فيه حاجة طيب أنا عايز أشوف أصلا الناس اللي حلوها وفيه كزا حد حللها عايز أشوف كده الدنيا كده حلنا كم يعني فيه مسلا مصلح هنا آآ موديولومية بي موديولومية بسي موديولومية بي موديولومية كل موديولومية تمام يعني طبعا نفس الفكرة آآ فيه نفس الكلام برضو زيروا وبعدها الريزولت بعدها نفس الكلام بيه هنا برضو تمام يعني طبعا نفس الكلام محدش حللة آآ يعني كله تقريبا حللة بنفس الفكرة صح مفيش حد حللة بفكرة مختلفة لو حد كده حللة بفكرة مختلفة يريز هاند كده ويفتح يورك طبعا طبعا يعني ما اعتقدش ان هي لها فكرة يعني يعني طبعا آآ تعالوا تعالوا نكتبها تعالوا نكتبها طبعا احنا هيخش لنا كام رقم خلينا بقى نقول ان هما لونج لونج باحتياط يعني آآ آآ بي سي دي تمام ببساطة شديدة هقول ان الرزولت لونج لونج رزولت ايكوان هعمل براكت كبير بعد كده جوه بقى هاخد آخر 2 ديجيتس من كل رقم يعني هعمل اي موديولو مية هضربها في بي موديولو مية هضربها في سي موديولو مية هضربها في دي موديولو مية وكل ده بقى هعمله موديولو مية ببساطة في بس حاجة صغنانة بس صغيرة مشكلة ايه هي ان هو في اتباعه هو عايز 2 ديجيتس تمام وفي انا هنا عندي احتمال ان الناتج ده كله يطلع ديجيت واحد يعني انا ممكن مش ممكن آآ بعد ما عمل ملتبليكيشن بقى وحوارته كده مثلاً يعني الناتج يطلع مثلاً 2409 مثلاً صح؟ ده ده احتمال من الاحتمالات صح أو لا؟ ايه صح تمام فهنا اخر تو ديجيتس كام 0.9 فانا لما اعمل موديولو مية هيتطلعه لي تسعة بس مش هيتطلع لي الزيرو ده في السي بلاس بلاس وكده مفيش ليدنج زيروز بتكتب يعني لو رقم قابلي زيروهات ما بيكتبهمش فانا في الطباعة هحتاج هحتاج ان انا اكتب الزيرو بنفسي فحعمل ايه؟ هاقول ايه الريزولت ده ايه الريزولت اصغر من العشرة يعني هو ديجيت واحد ساعتها اطبع صفر وبعد كده الريزولت طب الز لا اطبع الريزولت على طول حد ما فهمش آخر خطوة دي؟ اصغر من اسم الزيرو ايه اطبع الريزولت على الريزولت على الريزولت على حجية جهاز ستغاني? ماشي. آآ باي هنجرب ده مسلا. ايه ده هو طبعا. اه انا اصلا مش بسيقين الارقام اصلا. طبعا ثمانين. آآ معديها هنا. طبعا ثمانين. جميل. اتهدوا نسبمت. طبعا temporal عزم 뷰Éن. طبعا. 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 طيب آآ في ايه تاني كده? ايه تاني كان مسائل عايزين اه عشان انا تقريبا كده حلت كل تقال تقريبا. في ايه تاني? فكروني كده? سمعني طيب. اي 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 اتحلت? اه تقريبا اي اي لسه صح. طب لو في حاجة في حاجة تانية طيب غير اي اكتبوا كده في في الشات. انا ابقى اخدهم كلهم مرة واحدة. طيب. طيب هو هنا مدينة فانكشن كده بيقول لنا في الربوسط في انتجر ان هو ديفاين فانكشن من دماغه عبارة عن ايه? نيجيتف ون بلاس تو لحد بقى ايه? لحد الان. وطبعا الواضح ان هي الارقام عمالها بتزيد ومرة مرة 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 كزا. طيب. فعايز ايه? يعني هو حيدينا انتجر ان طبعا واضح كبيرة يعني ان الحد تنفقى خمستاشر. فعايزنا حسب له الفونجشن دي. فطبعا واضح ان انا محتاج اجيب فورميلة. محتاج اجيب فورميلة تحسبها. ففكرتوا في ايه? اعتبر كنا لما احنا لها المفات اللي فاتت يعطبها? اه. هي كان لها سيكونس. اه يعني كان لها زي طريق حول. طيب قولي عبدالله كده? انا ما عملتاش بسيكونس بس هي ليها اللي هو لو الرقم ايهن. اه. بقسمه على اثنين. وخلاص. كم? لو رقم على اثنين وزود واحدة. او نقص واحدة مش فاكر قوي. كنت عملت في ايه? ايه عملتها بالباترن دي. ايوة ايوة ايوة. عملتها بفورلوب بس طلعت برة التايم طبعا. اه اه لا هو فورلوب ما مستحيل يعني ان هو يمشي تيم بور خمستاشر دي حاجة برة التايم خاص. اه برة التايم الزب. اه. بس في ناجتف يعني هو لما لما تبقى رقم اه قد بعمل وزود واحدة بقلت بلاي بس كده. ايوة طيب حلو. اه قولي اروينا. انا قلت ان ارقام الاوت واخدى ناكتب. فجبت صراحة كلهم من جوجل يعني يحسب لي اه الصم بتاع الاوت والصم بتاع الايفن. واستنتهم وحطت ناكتب جنب القانون بتاع الاوت. بس هو كان يعني بيحسب يعني انا عايز ان اجيب له عدد الارقام وطفقنه. ايوة ايوة بتحطي له عدد الارقام وهو بيحسب يعني. تمام هو صح برضو يعني اللي انت يقول دي صح. طيب. اه ايوة نشوف ان الناس برضو حلوها ازاي? وحنا في ايوة. واي الناس هالراجل ده. او ده حلها شوهم عبدالله قال. طيب مصلح. نفس الكلام برضو. فهو في قانون. لسام بتاع الارترنتيك سيكونس. بس دي يعني مرة ومرة. او لأ لو هتحلها كاريتماتيك سيكونس هتحتاج تقسمها جزئين. برضو حدلها بنفسها عملها بنفس الطريقة. لو لو هتحلها ساموا باريتماتيك سيكونس هتاخد الجزء اللي هو تحسب له حزبة والجزء اللي هو تحسب له حزبة الواحدة. بس هي هنا اصلا اي او 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 او. الماضية لات او السيدة بسبب فrifحات موزيمام اء. انها ح Vilgeي ركبا. اااام مفيه اي اي او اللي هو اي او بس اوY بس هو الغالبان عد. ازاي خمستاشر. ازاي اصلا الحل ده عد. nia لئك و ليس که دي مخيم لابع اِيق Blood تستمول الو favorites تنبور سفتين وتنبور ستبتي ومع فور. ايه ده? وهو فعليا هو ازاي اصلا الحل ده عدنا شفين? طيب ما علينا يعني? اه طيب بصواء المسألة دي ممكن نشوف لها طريقتين. اول طريقة ان هم حاولوا يلاقولها يعني ايه? يعني دلوقتي مسلا انا ابدأ بنيجيتف ون. انا ابدأ بنيجيتف ون. بعد كده تو. بلاس تو. بعد كده ماينس تري. بعد كده بلاس فور. بعد كده ماينس فايف. بعد كده بلاس سيكس وهكزا. ففكروها فكرو لها في ايه? لو الرقم ان ده ايبن? او لو ان اقضي يعني مسلا. لو الان باتنين. لو ان باتنين يبقى انا هقف هنا صح? هيبقى ده بس. فنجيتف ون بلس تو بكم? ون. طيب. تعالوا كده انجرب طيب لو الان بفور. لو الان بفور يبقى انا هاخد كل ده. تعالوا كده نحسبها. هتبقى تو بلس فور سيكس. ماينس فور هتبقى تو. يبقى لو الان بفور الاجابة هتبقى تو. طب لو الان بستة هتلاقوا الاجابة تلاتة. فملاحظين ايه? ان الاجابة دايما بتبقى ايه? بتبقى نص الان. وعلى فكرة يعني بالمناسبة. في مسائل كتير. آآ خصوصاهم في الحاجات اللي هي علاقة بالمات وكده. بتبقى طريقة حلها انك تلاقي باترد نماشية. حتى لو انت مش واخد بالك اوي من الاثبات ماشي ازاي. يعني هو انت مش واخد بالك اوي ليه دايما لما ايهن بيبقى نص. ممكن متكونش باخد بالك اوي باثبات. بس هي صح. انت عملت جربة على ارقام كتير وماشية. فحتقوم داخل حللها. ما تقعدش بقى تدور على اثبات وكده. لأ. فساعات كتير مسائل بتمشي كده. ان انا لقيت باترن. انا شايف ان التست كيسس مثلا اللي هو منديها لي. كلها بتطبع حاجة معينة. فانا هم حللها كده. يعني مثلا ملاحظ. نوع دايما مثلا في الاجابة. بيجدرب الرقم في اثنين ويزوت خمسة. مثلا يعني. فانا هم عامل كده على طول بالملاحظة. في مسائل بتتحل كده عادي. فمثلا دي مسلا ممكن كده. ان انا خدت بالي ان هو طول ما الان ايفن. الاجابة بتبقى نص الرقم. طب لما الان بتبقى قد بقى. يعني مثلا الان بتلاتة. لو الان بتلاتة يبقى انا هاخد دول. فحتبقى ناجيتيف مينس آآ هتبقى ناجيتيف فور بلاس دو هتبقى ناجيتيف تو. يبقى لو الان بقد هي بتبقى. مبدايا في اشارة ناجيتيف دي احطها من عندي. وبعد كده بقسم الرقم على اثنين بس هزود واحد. لان كامل? بوان. بوان. بس انا هنا عايز الاجابة تبقى تو فانا هزود عليها واحد. حتى لو جربنا مرضو الخمسة. ايه لو اخدنا اول خمس ارقام. هتبقى ناجيتيف وون ماينس 3 ناجيتيف فور ماينس 5 ناجيتيف ناين. ناجيتيف ناين بلس سيكس. هتبقى ناجيتيف ثري. فثري دي اللي هي ايه? اللي هي تعتبر برضو خمسة. تعتبر خمسة على الاتنين. اللي هي هتطلع لي اتنين بالامتجر ديفيجن. وازود عليها واحد. فتبقى ثلاثة. تمام? يبقى اول حل بالملاحظة كده. انا ممكن اعمل ايه? ممكن اقول. ان انا دلوقتي انا هاخد رقم واحد وهو لونج لونج عشان كبير. لونج لونج ان. وحسي ان الان. تمام? لو الان ده رقم ايفن. لو الان رقم ايفن. ساعتها هم سي اوت ايه? ان اوفر تو. طيب. لو رقم اود بقى. لو رقم اود حسي اوت. المفروض. ان اوفر تو. بلاس ون. بس ناقص حاجة ايه هي. ناقص 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 ن ايراني في تطولي حاجة. اه 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 صح برضو. اللي هو اه 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 لأ اه عشان تطلعيها بالاشارة على طول يعني. بالزبط. ايه صح 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 برضو. تمام. اه ابتاع لنجرب كده. ندخل اربعة وندخل خمسة. خمسة طبعة اتنا جديد في تلاتة صح? واللي اربعة طبعة اتنين صح. وانا بس برضو. انا في حاجة مجنناني. هو الكود بتاع رواينا. انا مش عارف هو ازاي اصلا. بيطلع الحل. هي المشكلة فاني هيته. انت هنا بتدرابي الاي في اي زائد واحد. والاي دي المفروض ان اوبر تو. والان اصلا بيوصل لتين باور فكتين. فالمفروض هنا الرقم ده هيطلع تيم باور تيركي بس. هوايني كده? لو في حد برضو واخد باله من حاجة انا مش واخد بالي من هيقولي يعني التي تعجي يمكن مواف proving نفسها. انا inher минут حتى تنتسي به سورة هوينت اشباه يتدخل من جعب صح؟ محارف لديد غريل Ladies li are there. وبيت الله صح طيب انا كنت عامله نفسح اللابس ما طلعتش مية ايوة انا اصلا مستغرة بحاجة واحد اثنين تتاة اربعة خمسة ستة 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 ايوة ايها بتاورفلوها ايها ستطلع الحل ايها النور ايها النور ايها النور مين اللي عمل رزاني ايه في مسائل كمان هتاخدها غير اللي في القصة لأ غالبا لأ يعني مش محضر حاجة معينة طيب عمتا آآ فيه فيه طيب مسألة تانية في الشيط حتى عايز تسأل فيها؟ حتى عايز تسأل في اي حاجة عمتا طيب؟ ايه اتكلم على طول يا هو كان في مسائل تشالت كان بقول لا طالب input اللي عدد في الشيط اللي كان هيعملها او 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 فهي حاجة اسمها test cases يعني هو بيبقى بيبقى حيدخل عايزك تعمل كود يدخل يعني inputs بعدد هو يدخله يعني هو مثلا يدخلك مثلا عشرة او الرقم عشرة فهو عايز يدخل عشرة فاي الطريقة يعني المفروض بتكتب بلوب فاشلناها يعني عشان ما تبقىش اللي هو ايه بسمجة وخلاص يعني لما تاخدوا اللوب ااا تبقوا تفهموها يعني فهاي اتشالت لكده يعني ايه ممكن استخدمها انا مثلا عشان لو عايز فاكلة الاسمين اكتر الى قود اه ينفع اوه بتعمل لوب من برة واتدخل انت رقم اه بص انا اصلا انا انا عملها عندي اصلا زي تيمبلت كده بص ااااااا بتدخل يعني بيبقى فيه تي ده رقم انت بتدخله تمام بتدخله كاءمبوت وبعد كده بتحط الكود بتاع كل جوا لوب كده بتبقى ويل تي ماينوس ماينوس وتحط الكود بتاعه كله بجوة لوب. تمام لوب من برا. تمام? فالتي بقى اللي انت بتدخلهله في الاول ده. بيتحلك ان انت تدخله بالعدد ده. يعني بص مسلا. يعني الكلام ده هتخدوه مرة الجاية بس بص كده. انا بس يشتغل. ماشي. يعني بص انا هتخله في الاول مثلا اربعة. تمام? فانا كده بقوله ان انا عندي اربعة تيست كيسز. اربعة كيسز. وبعد كده هو هيطلب مني بقى اللي اربعة مش انا كل مرة باخد ان. فهو هيطلب مني اربعة انات بقى. يعني مثلا هقول له مثلا اثنين وثلاثة واربعة وخمسة. بص هيطلع كم اجابة? طلع اربعة اجابات. واحد ونجد الاثنين ونجد الاثنين ونجد الاثنين ونجد الاثلاثة. تمام. تفهم? هي دي الفكرة يا بس هتخدوهم مرة جاية يعني. تمام مش. هي كانت معندي عشان مشكلة انها كل شوية عودة عامل رن وكبيههم مني وقت. احا. اشوف لو في طريقة اسرع ان انا عامل تست اكتر من مرة اه. ايو 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 افهم اصلي. خلص هتعرفهم مرة جاية بقت زبان. او لو عايز تكتبها زي ما انا وريت كده اكتبها يعني. تمام مش. ام لو عايز تح تحل زيادة. والله يعني يعني اه هو يعني مفيش مكان معين. ام بص ممكن تبعطلي كده هبعطلك شيت كده موجود على كود ممكن تحل منه. ام كنت تقريبا شفته يعني. ام بس وعن مدرى يعني الشيت الجاي بتاع اللوبس غالبا حيبقى اكبر من ده كمان لان اللوبس في مسائل كتير عليها بقى. يعني في مسائل كتير قوي تبقى على اللوبس دخلة مع مع الكلام ده. فممكن يبقى شيت اكبر من كده مع ان انا انا شايف ان اتنين وعنشين مسألة كتير اصلا لسا. يعني الحمس جامد ماشي. ايه هو كان سؤال بس تقريبا في الشيت اون يعني. ايه انا مش فكرة قوي بس هو الفكرة ان احنا كنت مفقود لو انا دخل لي رقم ايه لو دخل لي لتر ايه سمول بيبقى كابتل ولو كابتل يبقى سمول. او. اي انا حالتها بلاية كنت سألها الحتة دي والتقالي انا مفقود عملها بتول اور بالفونكشن يعني. او. اه. يليم حالة تانية او بطرية تانية عشان انا في حاجات هو كان قايدلي في المسألة ان ما بين ما بين النهاية تبقى سمول وكابتل في رقم ما بينهم. انتك الاسكي اللي ما بينهم. اه. فانا اقدر اتعمل الزابة الاشكي. ايوة تقدري تجمعي على الرقم ده. يعني بصي تعملي كده. ام. يعني لو انا مسلا قلت لك هو انت فاكرا الرقم ده كان كام عشان مش فاكرا. ان الشرق كان 32 تقريبا. تقريبا. بصي. بصي. تعالي ممكن اعمالها بطرية تانية. يعني ممكن مسلا اقولك ايه. هقولك مسلا. تمام. كاراكتر اكس مسلا اكول. هو الحروف الكابتل ارقامها اصغر صح? تقريبا ايه. طيب. كاراكتر اكس اكول ايه مسلا كابتل تمام. فانا لو قلت لك سي اوت. اكس. بلس ترتيتون. تقريبا بطرية تتحقيق. bande م arte. التاريط من الpendالة. ايه. تقريبا. سبعة وتسعين. هو طلع لي كده. اه مجموعة لبعض. اه تمام. ببص يبقى. بلاش نكتبها جوة كده. انا هعمل اه حاول ان مسلا مسلا يعني كاركتر واي. بس وهنا هسي اوت كاركتر واي. ما فيه المشكلة. اه. بقى فنش الكاركتر. ايو 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 طعم. اه نشل الايو دي. طلع هو الاسم هو دي. اه 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 اه. انت لبقى. انت لبقى. انت لبقى. انت لبقى. هتقولي. هتحطي ما بين كوسين كاركتر. وبعد كده هتقولي اكس بلاس تيرتي تو. عشان يحول الرقم ده كاركتر. انما ده لما كنت طبع اكس بلاس تيرتي تو بس كان بيتبع الامتجر بقى اللي هو الاسكي نفسه. انما لما تحطي قبليه كاركتر كده. يبقى وحيشوف الاسكي ده يماظر اني كاركتر وهيبقعه. يا اما تعمليها بره بقى في تاريب اللي واحدة. طميم شام. مرسي. طميم. طميم. ماشي. حد تانية عن دوسويل. اه ممكن الحل التاني. حل التاني لايه انا مش فاكر بصراحة ان انا قلت. كان ايه ده? يعني ايه الحل التاني ده? اللي هو اتبع المساعدة بتاعتني. اه ما تغيرنا اصدك اللي هو الحل اللي هو استنى كده ونجيبه جاهز انا. اه. هو ده? مش عارف انت قلت في الاول انه تركتين لحد المساعدة. ايوة اه اه افتكرت اه ما هو اول تقالي ايه كانت اللي هو الملاحظة دي او ان انت بقى يعني تشترك تشتغلها اللي هو زي سيقونس. اللي هو تشتغلها بالروز بتاعة بتاعة المات يعني. اللي هو انك انت هتحسب هتحسب الجزء الواحده وتحسب الجزء الواحده وعاكاتك معه ملابعض. اللي هو اللي هو ده? اه 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 هنا يعني انت مثلا لو عندك مثلا اول اربع ارقام فانت هتحسب الجزء الواحده يعني هتحسب وان بلاس تري بكام وتحط لهم اشارة نيجة في جنبهم. بعد كده هتقوم حاسب وبعد كده هتقوم جامع الحاجتين على بعض. او مثلا لو كانوا عشر ارقام فانت هتحسب وان بلاس تري بلاس هاي بلاس سوين بلاس ناين. لواحدها. وبعد كده هتقوم حاسب توبلاس بلاس سيكس بلاس تان لوحدها وما هتكامردو، تقوم جماعهم. حتى نعيز يصرف حاجة? هي حاجة بره شوية يعني. ايه هو? هو بيفرق قوي? قوي يعني بص يعني انت انت هتبقى اسرع وانت طول ما انت بتحل بس يعني مش حاجة تروح تتمرن عليها مخصوصة. هو انا عندي بس والاركام مش مش بعرف بس الاركام الحروف اشتغل. ايوة لا اهو عادي جدا يعني انت اصلا مع كتر حل المسائل هتلاقي ايدك يعني بقت اسرع بكتير في كل حاجة. بس هي طبعا هي يعني في الهي يعني بتفرق سيكة يعني عادي. بس مش قوي يعني. طيب طبعا. ها احد تاني نفسه بحاجة. احدا عايز يسأل في اي حاجة بقى اي حاجة. اه وانا كان عندي كزا مسألة. اه. كان بتطلعوا نواتج بس اه اه. بس ما بيتقابلوش عالمواقع. اه بيديكي رونج انسر يعني ولا بيديكي رونج انسر ولا بيديك ايه. بيديني رونج انسر. ما انه بيطلعوا النواتج. ماشي. ما هو ممكن انت التستات اللي انت مجرباها بتطلع النواتج بس فيه تستات تانية غلط. او فيه اوفر فلو او فيه كزا حاجة يا. طيب اعما فيه ده في كل ازاي. انت كنت حضرة من اوله. للأسف لأ انا جيت متأخر. طيب ما انت هتلاقي في مسائل احنا ايو في مسائل احنا حلنها. كان ممكن يعني مسألة اللي هي الاخيرة خالص. اللي هي دي. اي؟ اي؟ لا. انا عملي فيها اتنين اقول لك. انا عملي فيها اتنين انسر والتنين بتلاغلط. اينا عملي فكرتين. فكرتين تلاغلط. هي طريقتي اصلا فممكن تقولها. احنا اصلا نعتبر احنا لما حلناها. اه اه هي الطريقة بتاعتك كالتزيزة اه. اه بس فكرة يعني مش يعني مش اول حاجة هتيجي في دمك حد فاهمت? يعني مش كده شرحنا الطريقة الدائرة بس هو انت يا اصلا انت الحل اللي انت حلها ده هو هو اللي احنا حلناه اصلا. ايما برضو مش هازل قبر. وفي حل تاني برضو شفته وعملته برضو. قريبا الغلط ايه اه هو انت ليه اه? هو انت ليه طبعا هو انت لما جربتي الحل ده عندك اشتغل صح? اه اشتغل. وفي حلول تاني غير ده برضو. بس ما اشتغلش. ايو ايو. بس هو انت اه هو انت طبعا هنا صواني كده هو الايه هنا اكبر رقم تمام? لو بي اكبر من سي ماشي يبقى بي هنا تمام صح? بعد كده هنا لو بي اكبر من او ايه بي اكبر من او ايه لو سي اكبر يبقى ايه سي بي صح? بعد كده سي اي بي بعد كده هنا السي ماشي هو انا غالبا الغلطة في طريقة الطباعة? لا اما طبعين صح. لا اما طبعين صح. ايه? لا اما طبعين صح. ايه لا اما طبعين صح. لا يعني انت غالبا مزودة سطرة او حاجة شبا كده. لا. وتقريبا الباك سلاش ان وباك سلاش ان بيعمل اتنين اه اه ايو اصحة. وانت انت اصدى هنا ان انت باي سطرين فاضين ولا سطر واحد? سطر واحد. ايو. او ممكن تلاقيني في واحد تاني كنت مسحيه ويجد بحاجة تانية. فهتلاقيه بعضو بي صغير. سطر واحد? او. على حسب اللي شفتو ولا حسب اللي جربتو? باتنين. اواني سطر. طبعين انت كنت ايه الفرق بقى? ما اشايفه نفس الحاجة اصي. اه ممكن اجربهم دلوقتي اه 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 انا كمان نفس برضو كبه انه بس اه اه في ان. اللي احنا اصلا كنا حللنها في استيشن. اه كلها يدخلها ويطلع لي ان فيه روند انسر تسري. لان بيدخلها كزا مرة الصريقة يقولي روند انسر تسري فانا مش عارف هالغلط. طيب هو بس اه 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 انت اه 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 الفرق ما بين دوت واللي قبليه ان انا كنت حابنا شورت والتانية كانت انت دي الفرق اه ايو اه اصلا يعني مالوش عزما ان احنا نستخدم شورت دي تاني حاجة او اصلا. انا كنت عمنا كوبية. ايو او الغلطة عم متن في اللي هي الغلطة في تاني نجرب كده برضو نقول كده. سنتي هنا انت هنا بتبعي سطرين فضيين مش سطر احنا. انا لو دخلنا مسلا واحد اتنين تلاتة مسلا. بلس انت بتبعي اه في في سطرين فضيين ما بين الارقام. يعني فون كده. او تستخدمي اندلاين اصلا. يعني مش بك سلاش ان عادي ممكن تستخدمي اندلاين. او كده طبع سطر واحد. فهي المشكلة عندك في الفورمات يعني اي اك دي اهلت من جدا من جدا من جدا من جدا من جدا من جدا. اي او الغلطة هي جابت اكسيبت دعاتي ماشي طيب. بصي في كزا واحدة. ايوة ما في كزا واحدة ما هيعة تلاقي خلطات صغيرة عادي. بصي ابعتيني. انا بعدلكم والله كلكم ما بتردوش يعني. مش كلكم هو انت عدل. والله وردنا مليون حاجة. ما انا عارفة. انت بعتي على الجروب. انفيت ان انا يعني عملت سرش ولاقيت ناس برضو بتحل الشيتات ديت. وحاولت ان انا اعمل اه ان انا اعمل الروب بتاعي واعدلو يعني برضو مش بيقبلو. ايوة ايوة يا غلطة صغيرة قوي. هو يعني غلطة صغيرة يعني اما انت تاخدي بالك منها يا اما اه يعني الغلاطات اللي هي بتبقى في الفورمات بتاعت الاوتبوت دي غالبا يعني لو عملت سرش ما فيش حاجة تعمل لي سرش عليها. يا فهمها? هي مش ارور في الكتابة. هي المسألة مفسها عايزة حاجة معينة. فانت طبع سطر زيادة. دي مش يعني لازم تلاحظيها بعينك. او تسألي. انما صعب قوي انك تلاقي لها حاجة يعني لما تدور يعني. او كان في حد تاني برضو وكان فتح المايك قال حاجة بس انا واخدش باري مينة. او او كان ايه يا جودي? كان نمبر ان. احنا اصلا كنا حلنا في الساشنالاتة في الكوارد. او. انا كلام ادخلها بيطلع لي بيطلع لي بيطلع لي حاجة غلط. بيقول لي رمضة انت اسمك ايه على بيجاد. محمد اللي هي دي. او او فتكتو. او انت عاملة فيها اربعتشر رجم. او ما عرفش ولا او. اكس اكبر من زيرو وي اكبر من زيرو كيو وان. اف اكس اصغر من زيرو كيو او اكس اصغر وي اصغر تمام. لو اكس ايقوال زيرو وي اكوال زيرو. انا اعتقد الغلطة في الترتيب بتاعهم. اه محمد. انك عندي نفس المشكلة كان لازم والاكسس اليوم الاولوية. اه بس هي اه بس هي هنا هي هي هنا مش كاتبة يعني فهو لو لو في زيرو هات مش هتخش في دي ولا في دي ولا في دي. ولا في دي اصلا. هنا بتقولي لو الاكس بزيرو والواي بزيرو وانا شاكت فرحانة سواني كده. وانا عملت كتير علشان انا مسلا كنت بدرب حاجة وبعدان ادخل تاني احطها فبردو بطالت عشان جلو عملت كذا اهو عشان تقريبا انا اكتشفت المشكلة. اه يا اهي المشكلة على فكرة في في الاسمول هو طالب اكس وايكس دي الاكس تبقى وهنا الواي تبقى انت طبعها امون. وتقريبا كمان كلمة دي برضو هوا طالبها امون انت طبعها بس هي اللوجيك بتاع الحل صح. اه برضو كلمة origin دي بصي لقوه فيها capital انت طبعها small عشان كاكا بيطلعها غلط يعني زبطي زبطي خلي دايما خدي زي ما قلت لكو station اللي فاتت الموضوع ده لما يبقى فيه طبعة كلام خدي كافي من المسألة عشان ما تغلطي شكرا معي. النوع شكرا معي. معاش امكان رحلك بس شوف لي تايب ثانية كده. ام احنا قلنا رحمة. انت فين اه. رحمة اصلا تقريبا نحليها ولا ايه ايه انا واقفها ولا امشي حليها اكبر من ار وان بصي بصي الغلطة بصي بصي ركزي كده انت كتبة ايه كتبة مينيمام وف ار وان وار وان تمام مينيمام وف ار وان وار تو هي عالفكرة اللوجيك بتاعك صح يعني. تم ممكن اتنين 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 سيمي كولم برضو دول ما لهومش لازمة حبتي واحدة بس. تمام ممكن بس حالك شوف اللي هو اول تست انا عملته هو اول واحد عشان كان حال تاني خده. مع ده? او. كنت كتبة ده. طب هو الفكرة احلى يعني الفكرة التانية اصغر واحلى طب انت عايزة ايه. الفكرة التانية ده ده انا كنت عاملاها بنفسي بس الفكرة التانية انا شفتها وفمتها فجربتها. فده انا كنت عاملاها بنفسي وكان بيطلع. هو انت اصلا اه لا هو هو الحل ده اه الحل ده اصلا فيها غلطة جامدة يعني هو انت بتاخدي تلات ارقام بس هو هو المفروض اربعة اصلا. فانا مش فاهم اصلا انت بنية الحل عليك. طب نعتبر ان انا هاخدها الرابعة. طب ما انا مش مدخلا في الحسابات. لأ ما هو الرقم الرابع ده اللي لازمة برضو. فهو اكيد في حاجة غلطيح. طيب. دي كده بتكيبي الماكسيمم بتاع التلاتة والمينمم بتاع التلاتة طب والرقم الرابع. سوري معلش. يعني حاولي حاولي تفكري يعني لو مسلا الفكرة دي كانت حاجة في بالج حاولي تفكري فيها بس طريقة صحة. تماما. ولو هو تبقى معا فيها. تماما. حد تاني عايزة تسأل في حاجة? اه انا عملت تاني زبطت وعمل لي اه انتهي مراحل وقوم برؤسوم او او اين تبقى مع الى واي 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 انات دوسي انت كتبها هي المفروض في المسألة عايزها نعمليها كده بسرعة نعمليها كده بسرعة المترجم سيئة ش شكرا جابت أكسpected ايه. ايه. معرفش والله. ايه 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 فيه فيه علامة فيه فيه بار حطا زيادة في الاخرى. انا زيت. طبعا. انا شايف انك ترمي المسألة في الزبالة خلوة. انا عشان مستعجله وعايز سلم الشيط عشان كده. عادي على مهلك عادي. طيب حد عايز يسأل في حاجة تانية. حتى من الموجودين عايز يتكلم في اي حاجة? ممكن اي? اه اه في حلولك يعني? اه. اه. رحمة رحمة رحمة. انه وبقتل بلس ون هنبتك امون. هي كده مسألة بتقول اي اصلا او اي دي انا نسيت اصلا. اللي هي بتاعة. هي في بلس ون زيادة. اه. بس كده. دي زيادة. بس. لونج 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 المفهوض يبقى لونج لونج. تمامي شاحب. عشان هو قال لك الرقم لحد تين بور ففتين. اه ده ما ينفعش هنا بقى. عشان هو الاند لاين دلوقتي مش مهمة قوي بس لما تخشه السيشن الجابعة في المسائل اللي فيها تست كيسز لازم يوفي اند لاين. يا اما هيديك رونج. اتعودي من دلوقتي. ايه? احطه في هنا? اه في الالس. اه اوكي. تمام تمام. قد نشوف كده ما تشتغل ولا لقى. الله. جابت اكسفتت. شكرا. عفو. لايناور. تمام. طيب. اه. حد عايز يقول حاجة تغيينة. لايناور فوت خلاص كده اصلا سيء في خلاص كفايا.